بالنسبة لهذا مؤخراً شاهدنا مجموعة هذه الوسائل والتواصل السنماعي وكذلك المناظر الإعلامية تقول باللي أن البروتينيات الكهربائية دخلت الحيزة للقانون لا هذه غير دعايات أنا كنشك في الناس اللي كي بيعوا ذك الشي القديم ولي كي بيعوا أنهم دالوها بشي إلي كيدي وذك ستوك ديالهم كان حبّد وكيبال لي بأن التواصلات ما غير تقننش إن شاء الله ولكن ممكن أنا أترخص والوزير في البرلمان راه قال قاع روباء أو هذي ويتحمل مسؤوليات دياله لمشا تقنوها لكن ما كان إلا تحاجة لا جريدة رسمية ولا مخرج دي كي يقول بتقنين ديالها ولا تشألها لا صوران صغير لا خلات الدير وأنا كان نهيب هنا بالناس ديال الشرطة ديال الأمن الوطني والدرك الملاكي باش يسحبوها من الطريق وحتى تقنن ويخلوها الدور راح عيب راح شوما اللي عندها الوراق راح نقولها دائما اللي عندها الوراق السيد وكي الملك لكي يخرجها راسي المركبات غير مصادقة عليه على الطريق العمومي أكينا في المادة 111 واشدها غير على الأير على لا سيرونس راح ما عنداش لا سيرونس الأقل دخلوا على لا سيرونس المادة 111 الفقرة الستق وما كانت تشدش قاعو هي ما هي اللي عندها الوراق قلنا السيد وكي المالك فقرة الأخيرة ديال المادة 111 واللي خرجها ويكونوا قانونيين ماش داك الوراق ديال الحمام الوراق ديالها اللي يكونوا قانونيين ماش داك التخرب يقدير يجيبها بياس زيتها شيء ويجمعها واللي ما عندهاش رأى إما مسروقة ملاها شاريها إما مسروقة ولا كونتربوند إلا كانت من دوك اللي كيتباعوا في المغرب ومعروفة رأى غد تكون مسروقة ولا عندهاش مشكل كل حاجة قصب تباع بالوطائق رأى كي الكاتب العمومي السوق هنا كل شيء واللي ما عندهاش أولى من دوك اللي كيتصوف بره ومعروفين دوك الكبار وهذا هادوك رأى تكون كونتربوند وكيد خلوهم فصلين ويبيعوهم لكم وشتوما تروتين يتكربش بلاوراق في كيناها دي كين كيناها دي دراجة بمحرك هي رأى دراجة بمحرك في المادة 44 رأى الفرق اللي كين ما بين ما بين هوم وكينا اللي كبيرة كتولي دراجة نارية خفيفة وكين اللي كبيرة بزاف كتولي دراجة نارية تقيلة رأى ربعة كيلو وات كيم ما تنقولوا ومن زائد ربعة حتى الخمسة عشر هو مئة وخمسة وعشرين وما فوق رأى الموتور الكبير قال لقد شوهم كيدوروا التوحد ما كيهضر معاهم اسميته وباقين كيتجاروا تا حاجة ما كينا باش ما يضحكوش على المواطنين يبقوا يبيعوهم نبورتكوا تا حاجة ما كينا اذا ما كي لا قانون لا تا شي حاجة والوازير قال بتسريع ديال القوانين باش تخرج لامل العمل الحكومة ان شاء الله رأى غادي نتفاعلوا معاها باش نقولوا لي هالقانون ديالتروتينيات رأى خطير جدا ان التروتينيات تقنن ممكن ان ترخص مجالس المدن ولكن تقنن على المستوى الوطني رأى خطير جدا خطير جدا ان تقنن وكل شي غايب ديشكي انا متأكد بان الطموبيلات وكل شي غايب ديشكي ونهارت بوي تحييدها خصك مشكلة خصك قانون باش تحييدها بالنسبة للناس كي تساعلوا معايا على الكسيد رأى تروتينيات يلا دارتكسيدها عندها الوراق ولا ما عندهاش ما عندهاش اولا لاصيرونس ورأى دراجة بالمحرك رأى ما شي بحل المشكلات المشكلات كي حميها صندوق الضمان بشرط تكون عندها الوثيقة ديالها تاهية ما تكونش مصروقة ولا جايك يقولك من الخارج خصى الوراق ديالها هاد التروتينيات يلا تقاس ماشي واحج عايته البوليس لان الجرة ديالها ما كتفك الهب البوليس غديلها كو السلام يا بل غير معترف بيها ما عندهاش لاصيرونس اشنو غديلها غطا يضال الشرطة ديبولو كي نصبو بيها قولو ديبولو كي طيحو خصا على النساء وتيجو تيقولها هادي وهادي كتلو حلي 40000 ريال وكيمشي بلا صخرة ويدير نفس الشيء هادي تقوي البوليس هادي يطلقون ديال خدمتهم نزل الشرطة ديال الساك اول حاجة السحب تروتينيات ويداعيها بالمحجز هادي ما عندها الوراق ولا ما عندها الدار في المحجز سير مركبات محركة على الطريق العمومية دون المصادقة عليها وعادوا معها اللاصيرونس فقرة ستة ما لا ما 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 اكاين المخرج ديال المركز الوطني للتجارب وتصديق ديال 2020 راه قال بان التروتينيات لا يمكنها ان تسير على الطرق العمومية فيها مجموعة مهندسين ساني هالمدير جاء شاب ومهندس كوف معروف على الصاعي الافريقي ولا على الصاعي الدولي لا الله يجلل يجزيكم بخير تروتينيات للإخوان ديال الساك ولا تكون شي تروتينيات دركسيدا دخل الفوريان تعتاش المولاد دخل الفوريان ولو عندها الوراق على الاقل دخل الفوريان على الاصيرونس ولا عندها الوراق السيد واكل الملك لآدم باش يخرجها كنسكروكم والله ازاكم احضروا روزكم انتم اللي غديت 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 خلصوا غالي بالسكوت ديالكم على التروتينات واللي ما بغاش الليسانس والمازوت يمشي يشري موتور ديال الضوء